ما انتطل الميليشيا الحوثية ارضا في اليمن الا وتوقفت الحياة فيها وتحولت الى حرب ودمار وحده عداد ضحايا من يدور في تلك المناطق قرية الزوب بقيفة رداع بالبيضاء احدى القرى اليمنية المنكوبة بوباء الميليشيا وحدها هذه القرية سجلت اكثر من ثمانمائة انتهاك في 2016 العام المنصرم 2017 لم يكن مختلفا عن سابقه حيث سجلت احدى المنظمات المحلية اكثر من 140 حالة انتهاك توزعت بين القتل والاصابات واستهداف المنازل الاهلة بالسكان بالاضافة لتعطيل مصالح الاهالي والسطو على ممتلكاتهم كل ذلك في قرية نائية واحدة واذاء هذه الانتهاكة اطلق ناشطون محليون حملة الالكترونية تحت وسم الزوب الذكرى الثانية لجرائم الانقلابيين تهدف الحملة بحسب القائمين عليها الى التعريف بجرائم الميليشيا والاشادة بدور ابناء المنطقة الذين تصدوا لقوات الميليشيا باسلحتهم الشخصية دون ما دعم او مساندة من احد بالقرب من قيفة ردع وتحديدا في ناطع الحدودية مع شبوة تدور رحى معارك شارسة بين قوات الجيش الوطن المتقدمة من بيحان وعناصر الميليشيا مستجدات المعارك هناك اودت بحياة ما لا يقل عن ثلاثين عنصرا من الميليشيا بالاضافة الى اسر ثلاث عشرة اخرين وهي اخر احصائية وصلت الى وسائل الاعلام بينما المعارك على الارض لا تزال مشتعلة بحسب المصادر الميدانية